أمر الدين غالي أو اعتشتري هاتي كيلو من الجزر وتعلي بسرعة اعملي احنا طبعا عارفين الأسعار الخيلية بتاعة أمر الدين كل سنة طب وعلى ايه بقى ما نعمله في البيت أوفر وأحسن أنا قناة مطبخ شايماء عبدالغني بقدم وصفات طوخة وحلوات اقتصادية أتمنى انها تعجبكو تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ فيديو النهاردة معايا كيلو من الجزر قطعتوا كده مكعبات زي ما انتوا شايفين هحط عليه كبايتين من السكر وده معيار كبايت الشاي العادية بتاعتنا كنت عملت معاكو أمر الدين بالبرتقان بكباية سكر واحدة وعملي لفتين من أمر الدين ما تنسوش تفرجوا عليه حاسبهولكو فوق في علامة الأي بعد كده حضيف كباية من المنجة المتقطعة يعني دي عبارة عن منجاية كبيرة حجمها كبير يأما منجتين وسط قطعيهم كده وضيفيهم على الجزر وبعد كده حنزل بقا بشوية من الميا يعني ما غطيش الخليط كله بالميا وسيبه بقا على النار يستوي تماما حاخد بقا الخليط بتاعي كده على النار ووقت التسوية بيختلف على حسب كمية الجزر اللي انت مستخدمها الكمية اللي أنا مستخدمها أخدت مني 45 دقيقة بالضبط على النار انت أهم حاجة قلب الخليط وبعد كده اختبري كده جزرية وشوفيها استوت ولا لا أنا عايزاها تستوي تماما يعني تضغطي عليها كده ما تبقاش معاك نشفة خلاص كده الجزر بتاعي قرب يستوي حضيف بقا هنا معلقة ونص من عسل الجلوكوز ولو مش عندك تقدر تستغني عن الخطوة دي وما تضيفهش أنا ضفت المنجا علشان عايزا أمر الدين يكون بطعم المنجا وكان عندي منجا متفرزة في الفريزر لو ما عندكيش منجا حتقدر تستبدلي الخطوة دي بباك وجيلي من المنجا بس مش حضيفيه في الأول كده زي ما ضفت المنجا لا حضيفيه في المرحلة اللي حنضيف فيها الجلاتين البودر خلاص كده الجزر بتاعي أصبح جاهز استوى تماما زي ما قلنا أهم حاجة يا جماعة أن أنت تسويه تماما علشان لما نيجي نضربه في الخلاط ما حسش أن فيه كده حتة صغيرة لسه ما استويتش تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هجيب طبق وهحط فيه 3 معالق من الجلاتين البودر الجلاتين الحلال أو الجلاتين النباتي هحط عليهم كمان 3 معالق من النشا هدوب بقى الخليط دوت بربع كباية من الميا ولو احتاج منك ميا زيادة شوية وحاسيت أن الخليط كتير فزودي كمان شوية ميا بحيث أني تدوي بيء الخليط في الوقت ده أنا كنت سايبة الجزر يبرد تماما علشان أبتدي أضربه في الخلاط هنزل بقى بالخليط بتاع الجلاتين والنشا على الجزر زي ما أنتوا شايفين كده وحاخد بقى الخليط بتاعي ده كله على الخلاط وحبتدي بقى أضربه هقلبه بس كده تقليبة سريعة علشان أتأكد أن كل المكونات اختلطت مع بعض ولو لقيت كلكيع من النشا أو من الجلاتين فما تقلقيش خالص إحنا كده كده حنضربه في الخلاط أمر الدين من المشروبات المميزة جدا في رمضان بس أسعاره غالية فليه ما نعملوش في البيت بتكلفة أقل وحيبقى أطعم وألز كمان من اللي منشتريه من برا ده قوام الخليط بعد ما ضربناه في الخلاط لازم يبقى تقيل معك شوية كده حنزل بقى بالخليط في قلب الحلة كده زي ما انتو شايفين وحجاهز بقى المكون اللي حضيفه بعد كده وهو ملح الليمون بتشتريه برضه من عند العطار بضيفه كده على الخليط علشان يديله مزازة فطبعاً أنت وانت بتضيفي حتدوقي علشان تشوفي أنت عايزة الخليط يبقى ميزز لدرجة ايه فحضيف كده معلقة صغيرة وبعد كده حقلب الخليط وضوقه وشوف أنه لو محتاج تاني هضيف له كمان حوالي ربع معلقة من ملح الليمون بس حاولي ما تزاوديش قوي من ملح الليمون يعني ضوقي وشوفي المزازة اللي انت عايزها هو احتاج مني حوالي معلقة صغيرة وربع معلقة من ملح الليمون الوصفة دي عملتها الشيف حنان جمعة وكمان الشيف هبع حرية المطبخ وعملتها كمان من بعدهم الشيف صافيا يحيا وكل شيف فيهم قالت رأيها في الوصفة أنا النهاردة حقل رأي بصراحة وإضافة المانجا اللي أنا ضفتها دي كانت إضافة من عندي بس للأمانة لو عايزة تعززي الطعم أكتر وتحسي بطعم المانجا أكتر هاتي باك وجيلي من المانجا وضيفيه في المرحلة اللي أنا ضفت فيها الجلاتين طعم المانجا هيبقى ظاهر معك أكتر دلوقتي أنا خدت الخليط على النار وفضلت أقلب فيه ما سيبتهوش علشان ما يلزقش مني في أعر الحلة ويبتدي يتحرق في دل تقلب فيه لغاية لما وصل للمرحلة اللي أنتوا شايفينها دي إن أنا لما أعمل خط كده بالمعلقة يظهر لي أعر الحلة من تحت وابقى شايفين لو وصلت للمرحلة دي يبقى خلاص كده أمر الدين أصبح جاهز معاكي واستوي تماما تعالوا بقى نسيب الخليط بتاعنا يبرد خالص وبعد كده نشوف هنعمل في إيه خلاص كده الخليط بتاعي برد وشايفين القوام بتاعه يشبه قوام المربة بالزبط لازم يوصل معاكي للمرحلة دي علشان تتأكدين أمر الدين يستوي معاكي وبقى جاهز لو ما وصلتش للمرحلة دي اعرفي إن كده أمر الدين لسه مستويش هجهز بقى الصينية اللي حبتدي أصب فيها الخليط معايا كده صينية وحدهنها بزيت وبعد كده حيب عليها كيس نيلون وحدهن الكيس برضو بالزيت علشان الخليط ما يلزقش فيه حطه كده وحصب عليه الكمية بتاعتي أو الخليط بتاعي الشفات قالوا إن انتي بتسبيه من يومين لأربعة تيام بره لغاية لما يبتدي أتماسك ويبقى قوام ويشبه قوام أمر الدين اللي احنا بنشتري جاهز أنا فردت الخليط كده زي ما قلته شفات أهوت بس بصراحة ما عندي صبر خالص إن أنا أسيبه أربعة تيام بره التلاجة وكمان أنا حغطيه بكيس مش حسيبه عريان بس في نفس الوقت أنا لقيت إن الطريقة اللي أنا فرست بيها أمر الدين في الفيديو اللي فات كانت أفضل وأحسن بكتير من الفيديو بتاع النهاردة بصراحة الفيديو اللي فات عملت أمر الدين بكوباية واحدة من السكر بدل كوبايتين وكمان ما أخدش معايا وقت التسوية إلا أخده أمر الدين في الوصفة بتاعت النهاردة لقوا إيه عملته بالبرتقان وكان طعم البرتقان ورحته ظاهر جدا في الوصفة وما كنتش ضيفة جزر كتير يعني حوالي ثلاث جزرات أو أربع جزرات بيك كتير فما كانش طعم الجزر برضو ظاهر في الوصفة الوصفة بتاعت النهاردة تحسي إن كلها جزر يعني لو مضفتيش باكو جيلي من المنجا أو أي طعم أنت عايزاه طعم الجزر حيغطي تماما على الوصفة أنا بقول رأيي بصراحة تمام؟ شايفين اللمعة واخت القوام في ملتهى الجمال وصفة النهاردة يا جماعة حلوة مش وحشة ولكن أنا بالنسبالي الوصفة اللي عملتها في أمر الدين المرة اللي فاتت كانت أوفر وأحسن ومبتخدش وقت والمجهود زي وصفة النهاردة وموضوع بقى القوام بتاع أمر الدين إنه يبقى شادد معاك يجامد كده زي الجاهز مش ميزة بصراحة يعني أنا بالنسبالي أمر الدين الجاهز بيبقى صعب قوي إن أنا فكو بسهولة وبياخد وقت معايا على بال مدوب حتى كده علشان أبتدي أعمل بيه عصير أمر الدين فأنا مش شايفة إن أنا لما سيبه قوام ويبقى شبه الجاهز حيبقى ميزة بصراحة لأ ادخلوا الفيديو اللي فات اللي أنا عملته حاسبه لكو في علامة الآيو حاسبه لكو كمان في شاشة النهاية وجربوه وحتدعو لي يا جماعة كان طعمه بالضبط حرفيا ما تفرقهوش أبدا عن أمر الدين لكن للأمانة وصفة النهاردة تحس إن الجذر مغطي على الطعم خالص فعلشان تعالجي الموضوع دوت هاتي باكو جيلي بأي طعم أنت حباه سواء مش مش أو منجا أو برتقان وضيفيه على الوصفة علشان يغطي على طعم الجذر دوت ويديكي الطعم اللي أنت عايزيه ده كان رأيي للأمانة يا جماعة ومتنسوش تفرجوا على الفيديو اللي أنا عملته أمر الدين بالبرتقان والله بجد إن شاء الله هيعجبكم طبعا ما عنديش خلق إن أنا سيبه أربعة تيام بره فعبته كده في كياس زي الفيديو اللي فات بالضبط وحفظه في الفريزر أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد من مطبخي أنا مطبخش مع عبدالغاني أسابكم فرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته